بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نواجه مشكلة في الفترة الأخيرة مع أولادنا أولادنا بشكل عام يستعملون الهواتف المحمولة الموبايل ويستعملون كذلك أجهزة اللابتوب وأجهزة الكمبيوتر إلى غير ذلك من هذه التقنيات وتلك الأجهزة يواجهون عليها بعض التحديات المسربة إليهم والمتسوسة عليهم بشكل غريب وعجيب منها ما يعلمهم الاتصال بالجن أو السحر وسمعنا عن ذلك سواء كان ذلك صوابا أو خطأا دقيقا أو غير ذلك أو مبالغا فيه ومنها ما يقيم في بعض الألعاب فكرة القتل وفكرة العنف وفكرة أن يقوم هو بنفسه بالسير على حافة البلكونة وبعض الأطفال كانوا قد ماتوا في الأوين الأخيرة أو السنوات الأخيرة أيما كان الحال ما هو مفهوم التحدي كلمة التحدي معناه أنني أقوم بتحدي نفسي في مواجهة أمر صعب الغرب عنده مفهوم ونحن عندنا مفهوم وأرجو أن نستمع إلى هذا الغرب يحاول دس بعض القيم المغلوطة في مجتمعاتنا أخذا مما أفسدوه هم في إعلامهم بعض البرامج المنتشرة في فضائياتهم مثلا تلقى هذا الرجل الذي يسير في الطريق يعرض على رجل أو يعرض على امرأة أن تقوم بعمل تحدي معين مقابل مبلغ مالي يبدأ هذا المبلغ مثلا بعشرة دولارات بخمسين إلى أن يصل إلى مئة ونرى عند هذا الرقم يعني انهيار القيم انهيار القيم نفسية على مثلا عشرين دولار لا خمسين دولار لا عندما يعرض عليه مئة يبدأ في الكثير منهم في التحلل من قيمه الذاتية والانهيار والاستعداد فعل هذا تنزل في سلة المهملات هذه يقبل تتجرد من ثيابك وتسير في الطريق يقبل تفعل كذا من الأفعال المشينة يقبل أرادوا أن ينقلوا والمقلدون العمي ينقلون إلينا هذا بدون تفكير هو يريد أن يقلد الغرب في كل ما يفعل فقط وكأنه يستويه هذا الفعل هذا جانب الجانب الآخر أنه يندس عن طريق بعض التطبيقات على الهواتف المحمولة ثم بعد ذلك يخاطب هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات بأن يفعلوا أفعالا من شأنها أن تقعهم في الخطر أو أن تعرض حياتهم للخطر أو أن تعرض حياة الآخرين للخطر أو يطلق ذلك عن طريق الابتزاذ يعني هو يهدده ويأخذ منه بعض الصور أو بعض المشاهد ثم يهدده بها بعد ذلك إن لم تفعل فسأبلغ إن لم تفعل فسأنشر ومن هنا يكون أبناؤنا تحت تأثير تهديد وخطر صريح ومن هنا كان لابد من التحصين بأنه أولا لابد أن نؤمن أولادنا بكافة التطبيقات المؤمنة البرامج التي تمنع وصول مثل هذه الرسائل إليهم لابد أن نتخذها الأمر الثاني أن نعلم أولادنا الوعي وأنه عند مواجهة بعض الأخطار لابد أن يسارعوا فيه أمان تام إلى الأب والأم المسؤول حتى يتخذوا ما يلزم من الإجراءات بشكل آمن وأن يعرف الولد وأن تعرف البنت أنه في حالة المصارحة فلن يتعرض للأذى من الأب أو لن يتعرض للأذى من الأم وإنما في أمان تام الأمر الثالث علينا أن نربي في نفوس أولادنا أن فعل ما يشين ليس تحديا وليس نجاحا فيه إن الفعل هذه الأفعال التي تعرض حياته للخطر أو التي هي من قبيل العيب النجاح فيها عيب وليس النجاح فيها نجاحا ولا تفوقا وإنما النجاح فيها فعل مشين وفعل مجرم وأنه مخالف لقيمنا وأن قيمنا مأخوذة من عادتنا ومأخوذة أصلا من القرآن والسنة في كثير منها وأنا أقول لك إن التحدي الحقيقي هو ما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إذ قال لهم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر النصل يعني إيه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة روح المنافسة وقبول التحدي لكن فيما ينفع الدين أو الدنيا أو كلاهما معا ينفع الدين أو الدنيا أو كلاهما معا قال لهم مفيش مانع من التسابق عمل مسابقة في النصل النصل يعني إيه؟ يعني السلاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدربهم إيه السلاح المستخدم في وقتهم؟ كان السيف الرمح فبيقولون التسابق في هذا معناه إنك تملك مهارة للدفاع عن نفسك والدفاع عن بلدك طب الخف ركوب الجمال طب الحافر كذلك أيضا ركوب الفرس دي كانت الوسائل المستخدمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عن الوطن للدفاع عن الدين للدفاع عن الأرض للدفاع عن النفس ما المانع أن نعلم أولادنا أن يمتلكوا مهارة قيادة السيارات الآن بحرفية شديدة أن يمتلكوا مهارة صناعة هذه التطبيقات اللازمة لحماية أنفسهم أن يتعلموا ما ينفعهم أن يدخلوا في تحدي للقراءة أن يقيموا تحديا لفعل النافع أن يتسابقوا في فعل الخيرات فإن الله تعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذن نعلمهم أن التسابق وأن التحدي لابد أن يكون في قيمة تخدم الدين تخدم الدنيا تخدم المجتمع تخدم نفسه تحافظ عليه تخدم أهله التنافس في الرياضة التنافس في العلم التنافس في كم الكتب المقروئة كل هذا لابد أن يكون أمامنا وعلينا أن ننشر هذا وأن نزوده بالجوائز الممكنة التي تجعل الشباب مقبلا على هذا علينا أن ننشر قيمنا وأن نحارب قيم الغرب التي تريد هدم مجتمعاتنا إذا فعلنا هذا أفلحنا وعلينا دائما أن نحصن أولادنا ولن نحصنهم إلا بالعلم علينا أن نتكلم معهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن يعلمنا كيف ندافع وكيف نطعم أولادنا ضد هذه الأخطار هاروت ومروت ملكين أنزلهم الله تعالى لتعليم الناس السحر عندما انتشر السحر وكان السحرة يزعمون أنهم أنبياء فأراد الله تعالى إبطال ذلك فعرف الناس الفرق بين المعجزة والسحر عرفوا الشر لا لفعله ولكن لاتقائه لما ذكر أمام سيدنا عمر بن الخطاب أن رجلا لا يعرف الشر قال هو أحرى أن يقع فيه علموا أولادكم الصواب وجنبوهم الخطأ بتطعيمهم ضد ذلك حفظ الله بلادنا وحفظ أولادنا وحفظنا وكفانا شرا ماكرين إنه سميع قريب مجيب الدعاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته